السلام عليكم أصدقائي إذن تم تشكيل إدارة لنادي الكرامي مصادر خاصة لقناة الكرة الزهبية لصفحة الكرة الزهبية موسى الأبرش كانت عم تصنى الأخبار وموسوقة إن شاء الله أنه تم تشكيل إدارة لنادي الكرامي برئاسة خالد رعد مع الأعضاء هل بدك تقول لي ليش ما في علام رسمي لأنه المفروض بعد تشكيل الإدارة يرتفع ترتفع الورقة أو المسودة إلى دمشق اتحاد الرياضي العام لازم يصدق عليها في حال التصديق وما في أي مشكلة بالنسبة للأعضاء ولرئاسة النادي والشروط مكتملة سيتم الإعلام بشكل رسمي إلا ما يتم الإعلام رح نعمل فيديو تاني ونحكي شو الأسباب لما خلت إدارة لنادي الكرامي تكتمل لأنه صار بـ 22-6 تم تشكيل إدارة لنادي الكرامي بـ 22-6 يعني من أيام قليلة برئاسة نبيل السباعة مع الأعضاء قبل ما تترفع الأوراق إلى دمشق للتصديق بعض الأعضاء مرضوا يضلوا بالإدارة فممكن هلأ برئاسة خالد رعد الأعضاء موجودين أي عضو من الأعضاء بينسحبهم من الإدارة بتم إلغاء القرار فلذلك إلى الآن بعيدوا بكرر مشان ما أحد يقول له بعدين ما تطلع شيء رسمي تغير رئيس النادي إلى الآن من قلب النادي اليوم كان في اجتماع بوجود الرئيس نادي الكرامي الجديد خالد رعد مع الأعضاء إلى الآن تشكلت الإدارة سترفع الأوراق إلى دمشق اتحاد الرياضي العام لمجرد تصديق على الأوراق أو على الإدارة سيتم الإعلام بشكل رسمي إن شاء الله تمشي الأمور وضع الطبيعي إن شاء الله تتشكل الإدارة بدون أي مشكلة ورح تسمعوا وتشوفوا الإعلام الرسمي بوقت قريب بالنسبة لخالد رعد كثير يسألوني مين الأستاذ خالد رعد هو أحد التجار أو أحد الأشخاص المعروفين بوحمص تاجر ليس لاعب كرد قدم تاجر يمتلك أموال حابب يدعم النادي حابب يترقص النادي عنده مشروع جديد للنادي إن شاء الله بالتوفيق يا رب أهم شيء بالإضافة لخالد رعد يشوف نحن داعمين للنادي حكينا أكتر من مرة وعملت فيديو أنا وحكيت أنه حكينا أكتر من مرة وعملت أكتر من فيديو وين تدعمين وين اللاعبين وين محبين لنادي الكرامي خالد رعد لحاله ما بيكفي بالإدارة بدك دعم أنت عم تحكي عن دورة أنت عم تحكي عن منظومة أنت عم تحكي عن فريق اسمنا هذا الكرامي يوم عن يوم عم يخسر لاعبين سبقوا حكينا كتير عندي بالدورة السورية حالهم كحالنا في دعم وين في رأس الخطيب يلي بتدعي كل مرة حبه للكرامي أين في رأس الخطيب لعب بالدورة الكويتة لعب بالدوريات مدرب حاليا بالدورة العراقي المعقول ما بيقدر يسند نادي لو مبلغ بسيط أو دعم يا أخي دعم بس بالموقف اطلعوا وحكيه ودعي اللاعبين أنكم تشكلوا إدارة لمحبيين نادي الكرامي بتمنى بقرب وقت ممكن نسمع شي رسمي عن الإعلان عن إدارة نادي الكرامي هاي الأخبار جتني حصرية من قلب نادي الكرامي من الاجتماع اللي صار اليوم بالتوفيق يا رب خالد رعد مع العضاء مع الداعمين إن شاء الله إن شاء الله بالأيام القادمة نسمع أن لاعبين نادي الكرامي رجعوا تذكروا ناديهم الأم يلي لو لا نادي الكرامي أنت ما بتوصل للوصول طلو فراز خطيف جهاد الحسين كتير كتير أسماء عاطف جنيات إذا بدأعد ما بخلص أب شاكر عماد خانكان الأستاذ الكبتل الكبير أب شاكر بتمنى أب شاكر حتى أب شاكر أنك تدعم ناديك لو بشيء بسيط لو بالكلمة لو بالاجتماع لو بالنصيحة لو بأي شيء ادعموا ناديكم يا جماعة ادعموا ناديكم إذن باتذار القرار الرسمي إلى الآن هذا الشيء اللي عم حكيه أنا مانو رسمي هذا مسودي سترفع إلى دمشق للتصديق بتوفيق لأدارة نادي الكرامي الجديدة بتوفيق لخالد رعد بتمنى بتمنى تشتغلوا كلكم مع الأستاذ خالد رعد لترجعوا نادي الكرامي إلى البطولات وإلى أيام العزن نهاية الفيديو اليوم بتمنى مطابعة على الصفحة ولا تنسى قناتنا ونحن لكم مكونوا شاكرين ببنى دائما نضلوا أخي السلامة